هل تحتم الشكوى السورية المقدمة ضد النائب عقاب سقر رفع الحصان عنه قبل اتخاذ اي تدبير بحقه؟ تقرير دونيز رحم فخري بوكالته عن الدولة السورية تقدم المحام رشاد سليم في الساعات الماضية بشكوى مباشرة الى النيابة العامة التمييزية ضد النائب عقاب سقر في قضية تزويد الجيش السوري الحر اسلحة بحسب الجهة المدعية القضية لا تستوجب رفع الحصانة النيابية عن سقر على اعتبار ان هذا النوع من الافعال الجرمية غير مشمول بحسب الادعاء بالحصانة النيابية فماذا يقول المرجع الدستوري حسن الرفاعي في هذه المسألة؟ يمكن لو رجع سيبا واي من قبره ما بيقبر يفسر هالتعليل اللي نحط بتقول الجهة المدعية انه المادة اربعين لشأنها ما انتي مقدمة دعوة جزائية امام النيابة العامة انتي عم تقرق انه دعوة جزائية كيف عم تعطي على المادة تسعة وثلاثين المادة اربعين ما بتقدر انتي تمستي ببناءه بدعوة جزائية وتتخذي اجراءات بحقه بينما المادة تسعة وثلاثين واضحة الريس المنسبة لتنائب منه مسؤول لا يجوز تقديم اي دعوة جزائية من جراء اقواله انه كيف جريم التسليح تشبه التحقير والتحقير ما بيستوجب رفع الحصانة يعني مادتان في الدستور تتناولان حالات الحصانة النيابية المادة تسعة وثلاثين تنص على عدم جواز ايقامة دعوة جزائية على اي عضو من المجلس بسبب ارائه او افكاره والمادة اربعون التي تنص على عدم جواز ملاحقة النائب جزائيا الاجراءات الجزائية هي نتيجة تقديم دعوة جزائية اذا كل دعوة موضوحها جزائي ابسو فاكتو بدون استثناء يجب ان تمر وتطبق في شأنها المادة الاربعون يعني حضرتك تقول انه يجب ان ترفع الحصانة قبل اتخاذ اي قرار بحق استاذ وقبط لا اي تدبير والتدبير الجزائي هو التحقيق في الاول المذكرات التوقيف اختلفت الاجتهادات القانونية الا ان الاكيد ان هذه القضية تبقى سياسية بامتياز وقد لا تجد ما يبرر تحولها الى ملف للتداعي امام القضاء